دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن تجاوز الأزمة التي شهدتها الشبكة القومية للكهرباء مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة التي عادت للشبكة قدراتها بنسبة 100% أوضح أن كافة محطات التوليد على مستوى الجمهورية تشهد حالة من الطوارئ لاتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطيات اللازمة لمنع وقوع أي أخطاء وإجراء الصيانة الدورية اللازمة أضف أيضا أن وضع الشبكة في الوقت الحالي مستقر مشيرا إلى أن حجم إنتاج الكهرباء اليوم تجاوز 23 ألف ميجا واط وهو ما يؤكد أنه لا توجد حاجة لتخفيف الأحمال في ساعات الظروة